احنا بفكر وفلسفة القائد ومحل ما انا عاشين وشايفين كيف عملهم وفكر القائد كيف يعني صار عنا تغير درجة 90% من ما كنا قبل عليه يعني قبل جهل ما بتطلعي ما بتفوتي يعني حكم كتير صعب بالاخص على المرأة عادات تقاليد احنا ما بنقول فكر القائد تخلينا عن عاداتنا وتقاليدنا بس فكر القائد يعني صار انه عنا كمال بنحكي كلمتنا كلايات على اكمل وجه صار عنا رأي صار عنا بنعرف حوالينا يعني صار فكر القائد شقد من حكينا عن فكر القائد ما رح يعني شقد من شرحنا ما رح بنحكي اللي بقالبنا اللي استفدينا من فكر وفلسفة القائد طبعا وهزلزال اللي صار كلاياتنا عرفنا ببورصة احنا كنساء شهباويات كمان مو بس انا كل النساء الشهباويات اللي خضعوا لفكر القائد بنطالب بكشف عن وضع القائد بعد هزلزال يعني هزلزال اللي كان كتير كان قوي وكتير احنا يعني صار له مسجون كمان هالتجريت اللي كان عليه كتير السجن وكمان زلزال هذا كتير احنا كنساء كمان بنطالب بها الشي وبنقول انه هالكشف هالوضع القائد بيكون امر مهم عم نشوف كل يوم اللي بيصير بتركية خاصة بقائد عبدالله وجلان بعد ما هزل الارضية بتركيب او ان الاخيرة ما بنعرف وضع القائد طبعا وضع القائد من 29 شهر ما بنعرف شو وضع قائد قائد هو قائد قائد انسانية قائد اللي اللي عمل كتير للنساء لحركة المرأة الكردية حتى الحركات المرأة بيعالم كلها اللي عمل قائد للنساء ما حدا عملها دايما منسأل هالسؤال لكل النساء حتى نحن نسأل حالنا قائد عبدالله وجلان اللي عمل اللي عملنا ياه نحن شو عم نعمله ومنسأل كل المنظمات الانسانية العالمية فيه انسان عمره اكتر من 70 سنة بيضال بيحبس وين هالمنظمات هو قائد قائد انسانية قائد للنساء قائد للظلم قائد لا 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 كل شي اللي حلو بمجتمعنا والنادي والناشد لكل المنظمات العالمية اعملوا شي او منظمات صايرة مثل المؤسسات الاستيراد والتصدير منظمات الانسانية شو عم يعمل دايما نقول لكل منظمات بالتركية وبالعالم اعملوا شي اعملوا شي له القائد عبدالله وجلان الفكر القائد بالنسبة لي فكر تحرير المرأة وفلسفة القائد ابو وجلان هي فلسفة لتوعية المرأة وليتقدم المرأة من ناحية ذهنية ونحن كتير كتير مبسوطين ومنفتخر بهيك فلسفة وعم نشوف يعني بعد حدوث وقوع الزلزال بتركيا يعني انقطعت الاخبار عن القائد وجلان والهدف من الدولة التركية من هالشي انه تهميش تهميش وتهميش فكر وجلان وبعاد يعني وضع حاجز ما بين وجلان والشعب الكردي اللي ابعاد فكر القائد ونشره بين المجتمع ونطالب بحرية القائد وكي حركة جن هيرو املف داريكار وخاباتي خاددن مشاندن ام كانن ببين ام وكي داسباكي وكي جن ام مريبين ام مريبين لبفكر وفلسفة ريبر او بو هيرو ام جيان دكن وام جيان خابر دوام دكن بشت يغو ما فكر ريبر او بو ناس كريه مهنه كي پرورده ديتنه مهنه كي پرتوكي ريبر او بو هاتن خاندن كيم زيده ما ناس كريه لهيرو وكي رخنه جبوه ما ام جبوه خاددكن ريبر او بو حطانها ده زندانا امراليه ده ده اشکنجه كي هري ما زنده ده تجريد كي هري ما زنده در بازده كي هفجي ده بيغو ام رابن سرخوا وقل عفرين وشهبه وكي تايبه جي حركته جن يغو ريبر او بو شهرش ورشا روش آوه تسلیم جنه كريه قار و خباتي گوهر ودروش آوه داته مهشاندن تسلیم جنه كريه جنه جيه خاد حرجه اكيدا قرده من غرته ، و قار خباتيه خادده مهشاندن هفجيه و نج خبرهاتيه در باز کرن نياجة กار خباته مهشاندن بفكرو فلسفه ريبر او بو ته مهشاندن پست يه گومه فکر ريبر او بو ناس كريه في القطع أحياني مجاري للفزيكي سنسلطة المنزلة في إسطنبول ونزلع النشطة أنزلج غارب في مديرة كانت تأتي جيدة جميع الناس كن؟ سنسلطة المنزل إلى العباد ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر